يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة إلى الصين حالياً حيث يستقبلهما كبار القادة الصينيين بشكل منفصل وقد بدأ نتنياهو اليوم زيارته بلقاء عمدة مدينة شنجهاي وذكرت الصحف الإسرائيلية أن نتنياهو أمر بتجميد بناء المستوطنات في القدس الشرقية والظفة الغربية تحت ضغط دولي والأسيم أمريكي في محاولة لمنح الدبلوماسية فرصة لإعادة إطلاق مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي وكان نتنياهو قد قرر في وقت سابق السماح ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الظفة الغربية والقدس الشرقية من جهته اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى بيكين على الحد والتقى أمس نظيره الصيني أن هذه الزيارة فرصة جيدة لكي يستمع الصينيون للطرفين وفي هذا سدد قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية نحن نؤيد فلسطين وإسرائيل لحل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المحادثات السلمية استضافة الصين لقادة البلدين في زيارات رسمية جزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط يذكر أن الصين كانت أول بلد يفتح ممثلية في الأراضي الفلسطينية في مطلع الستينيات من القرن الماضي كما أنها استقبلت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات منذ عام 1963